شاركة القوات المسلحة في المؤتمر الطبي فارست جينوم داي احتفلا بمرور عامين على اطلاق مشروع جينوم بالاشتراك مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومشروع جينوم الذي يعد اكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة وهو حجر الاساس للطب الشخصي والدقيق ومحور جاميع الابحاث الطبية في السنوات القادمة شاركة القوات المسلحة في المؤتمر الطبي فارست جينوم داي احتفلا بمرور عامين على اطلاق مشروع الجينوم وذلك بالاشتراك مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورعاية شركة اليومين العالمية بدأت فعليات المؤتمر بكلمة اللواء طبيب خالد عامر رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسام عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور مؤكدا ان مشروع الجينوم هو اكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة وهو حجر الاساس للطب الشخصي والدقيق ومحور كافة الابحاث الطبية خلال السنوات المقبلة كما اشار الدكتور مجدي عقوب جراح القلب العالمي الى ان تنفيذ مشروع الجينوم يعد طفرة علمية هائلة منارة لكل الباحثين المهتمين بابحاث الجينوم ويتيح الفرصة لدراسة العينات داخل مصر والقى الاستاذ الدكتور محمد عوى التاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية كلمة اشار خلالها الى ان مشروع الجينوم يهدف الى رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين لعلاج الامراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لاسباب الاوبئة كما يهدف ايضا لدراسة الجينوم المرجعي للقدماء المصريين والجينات المتعلقة ببعض الامراض الشائعة في مصر مثل امراض القلب والاورام والامراض الوراثية حضر فعليات المؤتمر لواء طبيب عيد الطويل مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والاجهزة التعويضية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من اساتذة الجامعات بالصروح الطبية المختلفة اشتركوا في القناة